الكون كله في حالة تسبيح مستمر لله عز وجل وفي نفس الوقت في حالة نشاط وحركة وعمل دائمة وعلى الإنسان أن يقتدي بالكون بعد ما أمر الله عز وجل اليهود بالإيمان بالقرآن الكريم والتصديق به وأن لا يكونوا أول كافر به أمرهم بأمر جديد يا أيها اليهود لا يكفي الإيمان دون عمل فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أقيموا الصلاة على الوجه الصحيح كما بيانه محمد صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة إلى مستحقيها على الوجه الصحيح واركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك تكونون قد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة وجمعتم بين الأعمال القلبية والبدنية والمالية وتكونوا بذلك قد أخلصتم للمعبود وأحسنتم للعبيد كتير جدا في القرآن الكريم اقترن إقام الصلاة مع إيتاء الزكاة وكلنا نعرف من حديث أركان الإسلام الخمسة إن الركن الثاني والثالث بعد الشهادتين هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا يتخلف عن صلاة الجماعة دون عذر إلا منافق فاحذر أن تكون من المنافقين هو ينفع الإنسان يتصدق وما يزكيش؟ لا طبعا الزكاة أوجب وأحب إلى الله من الصدقة وإن قلت عن الصدقة في الآية الكريمة أطلق الله عز وجل الجزء وهو الركوع وأراد الكل وهو الصلاة وده معناه أن الركوع ركن من أركان الصلاة ناخد بنا أنه لم يرد في القرآن الكريم أي ذكر عن عدد الصلاوات ولا عدد الرقعات ولا على وجوب كراءة الفاتحة ولم يرد أيضا ماذا نقول في الركوع والسجود والتشهد ولم يرد أيضا أي نوع من أنواع الذكر في القرآن الكريم ومن عرفناها منين؟ من السنة النبوية الشريفة الخطاب بشكل صريح وواضح لليهود أنه لا ينفعكم الإيمان بموسى عليه السلام ولكن يجب عليكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في عموم المسلمين دي صلاة طائفة من اليهود لم تتغير منذ أيام سيدنا موسى عليه السلام وزي ما حضراتكم هتلاحظوا أن الوضوء بتاعهم شبه وضوء المسلمين والصلاة بتاعتهم شبه صلاة المسلمين جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر